سؤال ما نصيحتكم لطلاب العلوم الدينية انظروا يا إخواني في الحديث الشريف أن الملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم طالب العلم أنواع أحدهم يقوم بالتعلم لمهنة من المهن حتى المهن هي من الواجبات الكفائية يعني إذا كان في بلد ما ليس فيه نجار فأن تتعلم النجارة واجب كفائي ليس في ذلك البلد خباز ليس في ذلك بناء ليس في ذلك عامل هذه تعتبر مهن من الواجبات الكفائية لأن حياة البشرية تتوقف عليها العلم بشكل عام مطلوب من العبد من الناس أن يتعلموا كم من آية قرآنية ربنا يتحدث عن العلم لآيات لقوم يعلمون أو يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء العلم الديني هو أشرف العلوم بقية العلوم أيضا لها قيمتها لكن العلم الديني باعتباره مرتبط بالدين فإن له قيمته لا بد أن يعرف المرء ما الذي يفعل ما الذي يدرس ما هو موقعه في السماوات ما هو موقعه عند الله وهو يتعلم الدين هذا الأمر الأول أن يخلص في عمله الأمر الثاني العلم يقول أعطني كلك أعطك بعضي لو صرفت كل عمرك وأنت تتعلم وأنت تقرأ وأنت تستمع فلا تحصل على العلم كله إنما تحصل على بعض العلم الطالب الذي يدرس العلم لابد أن يهتم بدراسته لا ينشغل عن الدراسة بمجالس البطالين بالقرهات لأن هذا عمره يصرفه على العلم أن يهتم طلاب العلوم الدينية بالعلم وأن لا يضيعوا أوقاتهم على ما لا ينفع حليم حليم